بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لو لا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكم من الصالحين ولي يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن أحد يفعلهون بذلك كما يأتي من الخاسرين من هؤلاء الذين تنمون وفيًا من لديك أموالكم وقضوكم من أموالكم قبل جميع الجميع عندما جميع الجميع سألقى الله سبحانه وتعالى سwalطني يا رب أعطيه المؤمن سيقول يا رب أعطيه الرافر سيقول يا رب أعطيه المنافق ستألقى ثم الله سبحانه وتعالى سيأتي gathering ما تريد أن تفعله؟ لا يقول يا رب سأقوم بأسجل لا يقول يا رب سأجل لا يقول يا رب سأذهب إلى عمر أو حج يقول يا رب سأعطي صدق فأصدق لماذا فأصدق؟ المماء بخورت برحمة الله قال لأنه أنه من الصدق انظر إلى القرآن قال فأصدق وأكوم من الصالحين يا رب سأعطي الوقت لقاء صدق لتصبح من الصالحين ترى؟ فالعلمة قال الهيئة الرئيسية هي الصداقة لأن الإنسان سألت لكثير من الوقت لتعبقى للصداقة لن تبقى للصداقة لن تبقى للصداقة بعد الوقت من تابعين يوجد صلى الله عليه وسلم ابن الصياد هذا صلى الله عليه وسلم هو مجموعة سيدة سيدة الناس همغر نحن 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 سيدة ليس جروع بمجموعة ثم يرسل منها بجمعنا سيدة وأكثر سيدة لعوجود في grieving بالعودة بمجرد من خارج الأمر ليس لديهم مجرد بلغتان تغيير أيضًا كانان كيف أني لديهم فكرة من المخارج فقد يسعني لديهم ما هو بمجرد كما يرسل اللحن وكان يتكلم ماذا يتكلم ماذا يتكلم ماذا يتكلم سبحانه الله يتكلم فقط قريبا أجد شخص من خلاله يتكلم أين ابن الصياد؟ أين يمكن أن يساعدني ابن الصياد؟ قال نعم أبن الصياد قال نسمع أبتك لديك عمي معي 30 عام وكان ي требуется قیل المفاق من خلاله، وكان جذب المفاق من خلالك قال نعم أبن الله يصبحان الله وكان يتكلم ملك وكان يتكلم مفاق وأنتم من خلاله أبدأ مرضا نساءه كل مفاق يطلب المفاق من خلال 1 مفاق يكبر أن أم صياد، انتهى أو ؟ الكيامة يتكلم أبتك رأي لذلك قال لقد أخذني الملايكة في ميزان قال لقد أبدأ بمعنى الراحة والسلسل ومعنى الهاتفة أحباني ومعنى الهاتفة اتمنى من هذا الفيديو مزاك الله خير قال لقد أرى صداقتي موجودة على الراحة لكنها لا توجد كبير قال يا رب أعطي كل يوم أحد ديار أينه؟ نرى نرى كما لا يجعله لقد كان لديه LOVE يديه لديه ملتسة ليس لديه قال بالنسبة للليجان لقد قمت بالنسبة للحديث والآن بي ، فضول مبيع ينقل وأنا ذاهبه إلى الحدد ثم أحد الآن قال هل من أعمال صورك لديه لنفسي وحد هذه المبسفة لديه لقية قال مياه لقية الحمد لله but still my left side is heavier is there any عمل he has he said yes the tears of the lady when she was crying he said والله they brought the tears of the lady like stones on my right side he said it was 50-50 50-50 then Allah subhanahu wa ta'ala asked is there any extra hasera he has done then the ملك المائك he said yes the smile of the children those children they have a smile he said then they brought the smile on my right side and الحمد لله my right side was heavier then he said I woke up was listening to them لَقَدْ نَجَى لَقَدْ نَجَى he is safe he is safe so my respect to the lovers even the smile on the faces of the children these tears in the eyes of ladies we visited areas a man 84 years he took the glass of water and he said I am 84 years I wish before I die to drink one cup of water clean 84 years not even that it's even worse than this he said not even that he said I have four children حفظ all my children حفظ he said he said I buried all of them all of them they died because of this water four حفظ because of this contaminating water sisters all ladies they travel 10 kilometers on the donkest to bring yellow yellowish water not even decent water yellowish water and alhamdulillah we don't drink from the faucet we drink mashallah purified mashallah nice and we even read the ingredients mashallah see what we will what we will answer allah in the day of judgment so my respect to the brothers the will is 5,000 dollars but the will will take care of 1,000 families imagine Rasulullah said when the man when the person wash his hand in the wudu all the sins of his hand will go out with the last drop of water when he wash his face all the sins will go how about the one who provide the water tomorrow after 110 days almost Ramadan coming every person breaks the fast from this water near when his mother died he said Ya Rasulullah I want to do Sadaqa for my mother Rasulullah told him Khayru Sadaqa is the water you know you know what he made he made well Fee Sabeel Allah so my respect to the brothers tonight we are invited when I stand like this I am doing the sunnah of Rasulullah Sadaqa Rasulullah Sadaqa he stood among the sahaba in the masjid he said give Sabeel Allah and even he told the woman oh woman give Sabeel Ya ma'ashara anisa tasaddaqn even he said this is the saying of Rasulullah Sadaqa then Uthman radiyallahu ta'ala anisa and he said Ya Rasulullah 1000 camels fee Sabeel Allah you know what means 1000 camels 1000 camels means 10 million dollars today 10 million dollars he sent his workers to collect the camels he found them 950 camels and he completed the thousand with 50 horses when Rasulullah saw this he said Ya Uthman after today do whatever you want and Jannah is granted for you Allah for it so let me start the night inshaAllah tonight if I can inshaAllah see seven people each one of them will sponsor one thousand families they will be in his scale of the judgment make it Sadaqa Jariah for your parents or Sadaqa Jariah for yourself for your wife this is the only thing you will take when you meet Allah when we leave this dunya